موسيقى استمرار أمد الحرب الدائرة في اليمن تزيد من كارثية الوضع الإنساني والصحي وتضاعف أعباء الحياة ومشكلاتها على كاهل الفقراء والذين باتوا يمثلون الغالبية العظمى لا سيما في المحافظات التي تشهد حربا مستمرة كمحافظة تعز ومن هنا وفي إطار حملاتها الإغاثية والصحية المختلفة وتجاوبا مع الأوضاع الصحية المتردية واصلت هيومان أبيل أستراليا مشاريعها الصحية الرامية إلى تخفيف معاناة المرضى وذلك من خلال مشروع القوافل الطبية تمثل المشروع بإقامة المخيمات الطبية المتنقلة المجهزة بالأجهزة والأدوات الطبية والمختبرات والأدوية الضرورية وجرى خلالها تقديم خدمات المعاينة والفحوصات اللازمة وما يمكن تقديمه للمرضى من أدوية وقد أولت المخيمات الأمراض والأوبئة الفتاكة كالحميات والكوليرا وكذلك النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية عناية واهتماما خاصا كما اجتمل المشروع على برنامج صحي وتوعوي وجرى تدشين المشروع بحضور ممثلين عن السلطة المحلية في المديريات المستهدفة ندشن هذه العيادة المتلقلة في محافظة تعز المقدمة من الإخوة لهيئة الإغاثة الأسترالية وهذه عبارة عن تجربة رائدة إن شاء الله بدأت في هذه العيادة وسائل حقوة إن شاء الله عيادات أخرى ومشاريع أخرى وسبق أيضا أن تشنوا العديد من المشاريع الشكر والتقدير لهيئة الإغاثة الأسترالية نشكر هيئة الأعمال الخيرية الأسترالية على هذا الدعم للمواطنين لمعالجة الأوبئة كما نشكر الطاقب الطبي وننقل تحايا السلطة المحلية للجميع ونشكركم على اهتمام بالمواطنين والأمراض في هذه المرحلة الحديقة حملة تستهدف أكثر من 500 مريض في الأوبئة المنتشرة في الحميات والكليرة وغيرها من الأوبئة في المخيمات والمناطق الريفية التي لا تحصل على الخدمة الصحية هذه المشاريع تأتي في ظل ما تعيشه اليمن وخاصة محافظة تعز في مجال الصحة في مجال المياه في مجال الغذاء بدعم كريم من أشقاءنا في أستراليا بدعم من حية الأعمال الخيرية في أستراليا مقدم الفاعلين خير وفاعلات خير جزاهم الله الخير على هذه اللفتة الكريمة والإنسانية مشروع القوافل الطبية جرى تنفيذه خلال شهر فبراير وعلى مدى عشرة أيام كاملة مستهدفا مديرية صبر الموادم وكذلك مخيمات النازحين في الكدحة والملكة في منطقة البيرين غرب تعز وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المخيمات المختلفة نحو 1700 مستفيد نشكر حيات الأعمال الخيرية الأسترالية على هذا العلاق الذي قدمتنا نشنها نشكر في عين الخير من أستراليا وربنا يحفظهم ويحقا عليهم تبرنا معنا بهذه الحملة لأنه أنا سفقراء وما عندنا شفلوس حتى نعالق أولادنا بل مشتشوية التقارية الله يقزيكم ألف شكر وألف خير إن شاء الله الله يقزيهم خير الله يقزيهم خير شكرا على العلاق تبرز أهمية مشروع القوافل الطبية باعتبار القرى والمديريات المستهدفة إذ جرى تنفيذه في المناطق الأكثر وباء والأشد فقرا كما تكمن أهميته في كونه يأتي في وقت ترتفع فيه تكاليف الأدوية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مدينة تعز فجز الله الإخوة هي من أبي الأستراليا خير الجزاء وأدام الأمن والأمان والعافية عليهم وجعل هذا المشروع في موازين حسناتهم المحسنون يرحمهم الرحمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر